موسيقى مساء الخير ظهرت الصورة وبقي الأصل فبعد عشرين يوماً على اختطافهم بثت قناة الجزيرة شريطة فيديو يظهر فيه اللبنانيون الأحد عشر وهم في أحوال جيدة وفي بيئة شبه مريحة قياساً على أمكنة الأسر وتحتمل جغرافيا متعددة قد تكون في سوريا أو تركيا وبحنكة لافتة حي عباس شعيب الشعب السوري في التسجيل وهنا فأن الشعب عبارة لا يمكن لها أن تحتمل أي تأويل أو أن يركن إليها في دعم طرف على آخر وقد أرفق التسجيل ببلاغ رقم اثنين للخاطفين ينفون فيه أي صلة لهم بالثوار الذين ظهروا عبر الإعلام وأعلنوا أن تسليم المخطفين سيجري عبر الدولة المدنية في سوريا بعد تأليف البرلمان الديمقراطي الجديد لكن ونظرا إلى الظروف الراهنة فمن الممكن المشاورة لتسليمهم إلى الدول المجاورة لسوريا من دون استثناء انتهى الاقتباس الدولة المدنية في سوريا مستحيلة في الوقت الراهن والأمل مستقبلا يكاد يكون معدوما فكيف لجماعات تعتمد الخطف وسيلة أن تبني هذه الدولة وعليه فالخيار الثاني هو الأقرب إلى المنطق أي التسليم إلى دول مجاورة ولا يعتقد أن فلسطين المحتلة هي من ضمن الجوار المطلوب مع أن الخاطفين شددوا على عبارة الدول المجاورة من دون استثناء ولم كانت تركيا هي الدولة الضالعة في التفاوض وصاحبة النفوذ على الجيش السوري الحر وباقي أطياف الثورة فمن المرجح أن تفوز بالسبق وتتسلم المخطفين وهي القابضة على ملف الخاطفين الذين يدورون في فلكها في الأفلاك السياسية لم يحتج فريق المستقبل إلى كبير عناء لكي يعلن مشاركته في طاولة الحوار فبأسباب موجبة وبمذكرة قدمت إلى رئيس الجمهورية ومؤتمر تبريري للرئيس فؤاد السنيورة ينضم تيار المستقبل إلى طاولة الاثنين التي ليقاطعها سوى القوات اللبنانية وفي بقية النهار السياسي شيع شمس نهار الصحافة بوشاح رئاسي أخير منح على نعش بعد أوسمة دولية ومحلية علقت على صدر غسانة وينين ترجمة نانسي قنقر